أيدت جدة نائبة من أصل فلسطيني في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب قرار حفيدتها رفضها شروط حكومة الاحتلال لزيارة عائلتها في الضفة الغربية وذلك على الرغم من اشتياقها لحفيدتها التي لم ترها منذ 13 عاماً أكتازة تجيجي رشيدة اشتقتلها اشتقتلها منذ لحظة وصول خبر زيارة حفيدتها النائب الفلسطينية في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب لفلسطين والحجة مفتية لم تتمالك نفسها من الفرحة فبدأت بالتحضيرات لاستقبالها هنا في بيت عور غرب مدينة رامالة المحتلة استعدادات أعادتها بالذاكرة للعام 2006 عندما زفت رشيدة عروساً لكن دونالد ترامب وبنيمين نتنياهو تواطأ معاً لكسر قلبي هذه الجدة البالغة من العمر 90 عاماً والتي تدعو الله أن يمد بعمرها يوماً واحداً تلتقي فيه برشيدة زيارة انتظرتها على أحر من الجمر لكن قرار المنع عاد عليها بآثار نفسية وصحية صعبة أنا خلص هل كنت لا يعطوني كل ميرك برحش حبيت شميك كنت أقول لها أروحك واتحتها الشجرة أحسن من كل ميرك كل خليها تيجي أنا مريض بدي أموت دموع الفرحة المرتقبة تحولت بلحظة إلى دموع قهر الحرمان على وقع الخبر بين الجدة والحفيدة أول إشي إحنا اللي هو على آيباد صوته صورة ومكبرة لأمي وأمي طبعاً ما هو سمعها شوية عكدها يعني أول إشي الصورة يعني كان يعني محزن جداً إنه الثنتين بلشن بالبكاء طفينا الخاط إنه تأيركن شوي رشيدة أول آخر زي ما أوعدت إن إن شاء الله أنا جاي على فلسطين جاي بدون كيد أو شرط وهذا حق من حقوقي وأكدت على موضوع وبكرامة تثبت الولايات المتحدة من جديد ولا أهل أعمى لحكومة الاحتلال بتخليها عن أبسط قيم الديمقراطية فرغم استماحي لنواب آخرين بإتمام زيارة مماثلة قبل أسبوعين إلا أن هذا المنح لا يأتي إلا لعقاب رشيدة لدعمها لحركة المقاطعة من قرية بيت عورع غرب مدينة راملنا المحتلة آية الخطيب رؤية